إلى شرق البلاد حيث أصيب ثلاثة جنود أوكرانيين بجروح في منطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقليم الدنباس القيادة العامة لعمليات القوات الأوكرانية سجلت أكثر من عشرين استفزازا قام بها المسلحون الموالون لروسيا حيث تعرضت قرى فروبوفكا وبوباصنيا في منطقة لوهانسك وترافينوي في محور سفيتلودارسك تعرضت لنيران المسلحين محور سفيتلودارسك يبقى الأكثر سخونة وفقا لقيادة عملية مكافحة الإرهاب حيث استخدم المرتزقة الروس الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقيات منسك للسلام في عمليات القصف التي طالت مواقع الجيش الأوكراني في هذه المنطقة جرت اشتباكات مع المسلحين الموالين لروسيا استمرت أكثر من خمس ساعات مقاتلون صدوا هجوما لأحد مجموعات الاستطلاع التخريبية التابعة لفيلق الجيش الثاني للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية العدو تكبد خسائر كبيرة وقتل واحد منهم وجور حثنان ترجمة نانسي قنقر